مازلنا مع أنوار القرآن الكريم وبنسبح ونحن في غاية التنور وفي غاية الذوق لحلاوة أنوار القرآن الكريم وإحنا مع الجزء الثلاثاشر من أجزاء القرآن الكريم وإحنا بنغوص في أعماق هذه الأنوار المتتالية اللي في الحقيقة بتخلي حياتنا مليئة بالاتساع ومليئة بالبركة وانتهينا من الكلام عن الملف الأول ملف بناء ذوتنا لأن شعرنا في رمضان مع القرآن الكريم في برنامج ولا تعسروا القرآن يبنيني فبنى فينا ذوتنا وانتهينا في خمس حلقات ثم بعد ذلك بنى فينا أسرتنا في خمس حلقات وبدأنا ندخل عن ملف التالت وهو ملف العمل وبدأ معانا القرآن الكريم يبني فينا لبنى لبنى فبنى فينا لبنة إن العمل عبادة ثم بنى فينا إن العمل تعمير والنهاردة بيبني فينا بقوله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم أيوة بالضبط الآية دي آية من سورة سيدنا يوسف آية من سورة سيدنا يوسف وهي الآية 76 وإنتوا عارفين إن سيدنا يوسف من أكتر القصص الملهمة مش بس في مسألة الصلابة والصمود النفسي قدام الغواية لكن في مسألة العمل ولذلك هذه الآية لما قدت في قصة سيدنا يوسف عشان تقولنا قيمة مهمة جدا 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 في مسألة العمل وهي مسألة إن إذا كان العمل مرتبط بالعلم فإيه الارتباط ما بين العمل والعلم هو ارتباط أن العمل إيه؟ أن العمل تسكية لأن العلم يأتي بالنور نرفع درجات من نشاء إلا حاصل فيه درجات وانتوا فاكرين قوله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى إلا حاصل يبقى هنا العمل عبارة عن رفع في الدرجات ولذلك العمل كلما الإنسان أتقن عمله كلما عاش في عمله بشكل فيه عبادة وفيه تعمير على طول نجد أن العمل أثمر ثمرة عجيبة في نفس الإنسان وهي تسكية النفس وعشان كده أحد الغايات المهمة للعمل هو تسكية النفس وده موجود في حديث كلنا عارفينه لم قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وتيجي أيت النهاردة في سورة سيدنا يوسف وبعد ما أخد أخوه عنده علشان يعلم إخوته الدرس وإزاي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله وأن الحقيقة في النهاية هي التي تزهر وأن أصحاب الخير هم الذين يبقون في معية الله وفي سندي وبعد النجاح اللي حققوا بالعمل وخلى مصر ماذا منفذ للعالم كل وسل لقمح العالم وغزائه ييجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول تعقيبا على ده نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إذن هذا العلم رفع في الدرجات فالعمل زي ما زك نفس سيدنا يوسف برضو العمل هيخلي الإنسان يدخل ساحة التسكية لأن التسكية ساحة مدد من الله سبحانه وتعالى ساحة فتح ساحة توفيق ساحة بتوسع الحياة بتخلي الحياة ترى بأن عند الله سبحانه وتعالى التسكية هو أن ترى الحياة من عند الله أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فهو يراك إذن التسكية هو أن ترى الحياة من عند الله العمل بيجعلك ترى الحياة من عند الله فتبقى حياتك في حضرة الله سبحانه وتعالى في حضرة قدسي فيغرس فيك ويسقيق بشهد نظرك إليه سبحانه وتعالى حتى تزهر في نفسك أجمل أشياء ويظهر فيك جمال المولانا سبحانه وتعالى ولذلك رأس التسكية الحب والحب عبارة عن إيه إنك تعمل العمل وأنت مليء بالحب فالحب يبقى حنين للمحبوب مهما تيقنت قربه وبره للمحبوب مهما غمرك فضله وده معناه إيه إن أنت وبتعمل العمل بتبقى عندك حنين إلى القرب من الله سبحانه وتعالى تعمل وتبني وتخلي الناس تتعلم وإنت في الحالة دي إنت إيه اللي بيحصل بتقترب من الله سبحانه وتعالى وتبرى الله سبحانه وتعالى مش لأن الله محتاج ولكن لأن البر ده يصل إلى مولاك فإن اللي حاصل فتسعد بهذا العمل الصالح وده هيخليك تشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى في العمل ويقربك من ربنا العلاقة بين العمل والتسكية علاقة بدلية فلازم العمل يقودك للتسكية والتسكية تقودك للعمل ويفضل الإنسان في دائرة من النور كلما زكى نفسه كلما ازداد عملا صالحا وكلما عمل عملا صالحا كلما تزكى والتسكية خوف من الحبيب الأجل على كل حال يعني خوف أن تحب أن ترضيه مش أن تخاف منه فترتعب منه عشان تزوق شهن الجمال في تجل الجلال عليك ويأتيك مدد لله سبحانه وتعالى بالاستقامة في كل حال فتأتيك الحلول من حيث لا تدري لما تمشي على الاستقامة وهم عدم الاحتمال اللي بيحصل عند كثير من الناس ده بيزال بأول ما تعمل وتسير إلى الله سبحانه وتعالى أكترنا بيتسور أن حياته أتكون أكتر راحة وسعادة إذا كان تخلي من الصعوبات والشدائت فيصبح مؤشر الراحة عندنا أن احنا نصل إلى رغباتنا وأمنياتنا بيلا مجهود وبيلا مشقة مين قال أن دي اسمها مشقة بمعنى أن هي حاجة تقلمك وتوجعك دي مشقة بمعنى أن هي بتظهر أحسن ما فيك وتجنبك مشقة أن تعيش في مشقة في مستقبل عمرك يبقى تعريف الراحة بأنها عدم التعب من خدع النفس الأمارة بالسوء وده هتلاقيه في جزء النهاردة في قوله تعالى وما مبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء يبقى إيه إلا من رحمة ربي فهي توقعك في فخها وتخليك تعيش في مغلطاتها وتقولك إذا كانت الراحة عدم التعب والدنيا لا تخلو من التعب إذن لا راحة في هذه الدنيا فتسلم منك حب الحياة حب الحياة اللي أنت لو عشته مش هتقدر تعمل عمل صحيح ولا يبقى الكلام ده ممكن يوصلك إلى مرضات الله وبالكلام الفاسد ده يزداد العاطلين ويبقى فالعاطلون هم أكثر الناس راحة مع إنهم الأقل تعبا وده كلام فارغ وكلام صحيح والراضون والناجحون يشعرون بالراحة مع أنهم يخرجون من تعب لتعب من بات كلا من عمل يدي بات مخفورا له شوف التسكية ولو عايز تعيش بالتسكية في ساحة العمل لا تتوقف عن العمل أبدا لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العمل أدوامه وإن قل ولو كان قرينا أوليس له طعم العمل لي طعم ولأن استمرار العمل وقت الشدائي يغرس فيك الرجاء ويثبت فيك شجرة قلبك في أرض اليقين بدوام المدد من الله سبحانه وتعالى وقل بالفرج والعطاء ويزيك فيه ثلاث صفات للمزك لازم تكون معاك عشان تقدر تدوق حلاوة العمل اللي عايز يعيش أن العمل تسكية أول حاجة المحبة لازم محبته تاخده بخوفه إلى الرجاء الخوف بتاعك يوديك إلى الرجاء الله سبحانه وتعالى لأن أنت مش مرعوب من الله أنت خايف منه يعني خايف أنه ما يرضاش عنك فخوفك من الله يوديك إلى أنك أنت ترجوه أنه يوفقك ويأخذك إليه وإن يحصل وتأخذ برجائك ويأخذك رجائك إلى خوفك من سيدك ويبقى هذه الدائرة أن يأخذك الخوف من الله إلى الرجاء فيه والرجاء يأخذك إلى الخوف ويبقى تاني حاجة أن أنت ترجوه أنه يقبلك لا لأنه له حق عليك ولكن لأنك عبد لديه سبحانه وتعالى وثالث حاجة الخوف يخاف أنه لا يرضى عنه حبيبه سبحانه وتعالى ونعمل إيه بقى عشان نعيش بالتسكية في مجال العمل أول حاجة إذا كنت عايز العمل ده يتحول إلى تسكية أول حاجة لازم نتدرب على إدارة الأزمات والشدائد وتكون تدربنا على الأزمات والشدائد أنها تخرج أحسن ما فينا أجمل ما فينا زي ما حصل مع سيدنا يوسف الشدائد أخرجت أجمل ما فيه وابتكر حتى جعل مصر تخرج وتقدم نموذج للعالم في إدارة الأزمات هو من أعظم النماذج اللي قدرها سيدنا يوسف حتى خرج بيعامن فيه يغاث الناس ومن أهم المهارات اللي يجب أن أنت تتقنها أن أنت تقلب الصعوبات حتى تخرج لك الصعوبات أهم سر فيها اللي هو إيه؟ أن في كل صعوبة مدد من الله سبحانه وتعالى وفي كل صعوبة معاني وأنوار وتزديد وأشياء من المحاسن خبأها الله لك في هذه الشدة ولذلك لازم نقلب الصعاب عشان نعيد قرائتها فمن سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أن لا تنزل شدة إلا ومعها ما يحلها وما يفكها لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء وما أنزل شدة إلا وأنزل معها عطاء يا سلام آوى الله ولذلك هذه الشدائد يمكن أن تتخلص بها لما تعرف أن السماء مليئة بالحلول وساعتها هتقلب نظرك في السماء بعين اليقين فتجد مدد مولاك يبقى دي أول حاجة تاني حاجة يبقى لازم تتدرب على أنك أنت تتعامل مع الشدائد بنفحاتي ومدد مولاك تاني حاجة أن أنت تقول عشر مرات ربي أدرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك تقول كده ربي أدرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك يبقى لازم تقول الكلام ده عشان أنت تستمر أن العمل ده ماذا؟ أن العمل ده مدد وآخر حاجة لازم طول الوقت تراكم خبراتك وتدون على الأقل تلت خبرات وثلت أشياء في العمل بتربط فيها قلبك بالعمل اللي أنت عملته وتصحح نيتك به عشان توصل لرب العالمين وتكتب الديوان ده اللي أنت بتكتب فيه ديوان خبراتك اسمه ديوان وسط العمل بالرب الأجل وسأيتها لما تكتب الكلام ده وتجد قد إيه المدد اللي بيجي لك من عند ربنا هتتزكى نفسك وتعيش في العمل ده بلا حول ولا قوة إلا بالله فلا تعرف وجع ولا تعرف صعوبة ولكن تعرف فتحا وبركة ومددا وأبوابا تفتح عندما تقول يا رب وأنت تخطو في سيرك الحسيس إلى الله فيكون معك الله فلا تجد سوءا قط بل تجد مددا وينقلب كل تعب وكل شدة إلى شدة إلى جذبة تجذبك إلى الله فإذا بالأبواب تفتح لك وترى عيانا جمال مدد الله وجمال تدبيره لك نعم العمل تسكية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا رب ارزقنا إن احنا نشوف التسكية في العمل ونشوف العمل إزاي بيربي فينا الرجولة اللي بتخلينا في ساحة مولانا على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا رجالا نتزكى بالعمل ونتنور بالعمل ويكتب لنا الواصل معك يا رب العالمين بالعمل الصحيح الذي به نقبل عليك على الدوام يا أرحم الراحمين